هذا الفيديو درتوه في 15 شهر 1 2021 ولكن قبل ما ننسى لهذا الفيديو تفاجأ واحد تحديد جديد آخر متاع الواتساب كي يعلم جميع مستخدمي الواتساب بأن هذه التحديدات الجديدة ما غادي تبدأ حتى لماي أو شهر 5 2021 وأن الإعلان اللي كانت درت قبل على التحديدات الجديدة فقالت بأن الناس ما فهموش مزيال المضمون ديال هذا التحديد أو دوكت الشروط اللي فرضت هي واللي قلت بأن وخا ما توافقش على تلك الشروط في الحساب ديالك غادي يستمر في العمل بكل ثلاثة ولكن رغم هادش اللي اتقال وهادش اللي غادي يتقال من بعد فأنا شرحت لكم مزيال في هذا الفيديو المخاطر اللي يقدر تسبب لكم فيها الواتساب وكذلك الفيسبوك فلنبدأ على بركتينا السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم في الدرس الجديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله وبعدها الدجة الكبيرة اللي أطارها تحديد الجديد متاع الواتساب قررت أنني نديل واحد الفيديو وغا نقش معاكم بعض النقاط اللي مهمة ولي تقدرو تحددو من بعدها الموقف ديالكم من واشا غادي تخدم بالواتساب ولا ما غاديش تخدم به إذن أخوتي كما وصلكم التحديثة الجديدة فيه مجموعة من الشروط والبنود اللي كتقول لك الواتساب خصك توافق عليهم إلا بغيتي تستمر في استعمال الواتساب ديالك وإلا ما وفقتيش عليهم قبل 8 فبراير يعني 8 شهر جوج 2021 فمباشرة لحساب ديالك غادي يتوقف فأولا بشرجوا واحد شوية اللور فخصكم تعرفوا إخواني أن هاد الشركة تحت الواتساب فتم شراء ديالها من طرف شركة فيسبوك وهذا شيء تقريبا سنوات ماضية وتاما سفقة كانت 19 مليار دولار تصور معي يا أخي الكريم هاد المبلغ الضخم كيفاش غادي تقدر أن الفيسبوك تعطيه الشركة كواتساب باش تحتفظ عليها وهي ديكسة يالله بدات إلا وكان مقابل ديالو أنه ضروري غادي تستفد منها وفي أضعاف أضعاف هاد الثمن اللي دفعته فالحدود الساعة تقريبا تصور معي يا إخواني أن عدد الإجمالي للناس المستخدمين للواتساب تهي فوق جلج المليار مستخدم يعني تقريبا أربع انتع الكورة الأرضية كيستعمل هاد التطبيق هو تطبيق مجاني كما كتعرفوا وهنا غادي نوقف وغا نعطيكم واحد من نصيحة إخواني فأي سلعة تعرضت عليكم بالمجان عرفوا بأنكم انتوما هم السلعة لأن هاد العالم اللي كنعيش فيه ما كنش حاجة لمجانية إذا سنزدى بنشوف هاد الشورط اللي فرضتها علينا الواتساب اللي إلا ما وفقتيش عليها غادي توقف الحساب ديالك فأولا رقم الهاتف ديالك فهذا بكل سهولة غا تقدر توصل له جميع جهات الاتصال الخاصة بك يعني الريبرتوال ديالك المكالمات الصادرة والمكالمات كذلك الواردة فالفيسبوك غا يقدر يوصل له بكل سهولة كذلك موقع ديالك الجغرافي مثل أنت في مدينة الضربدة أو مدينة الريباط فأوما غادي يكونوا عارفين موقع ديالك كذلك صورك الشخصية اللي كتشاركها في ستاتيو ديالك أو في البروفايل ديالك فهي كذلك سهلة تولي عندهم كذلك الصور والمقاطع ديال الفيديو اللي كتقوم لمشاركة ديالتها فهي كذلك سهلة باش يوصلوا ليها وتعرفوا يعني الحاجات اللي كتهتم بها والحاجات اللي ما كتهتمش بها ثم المعلومات حول الجهاز الخاص بك أو جهاز الاتصال الخاص بك يعني الهاتف أو البيسي اللي خدام به فأي هاتف أو بيسي كما كتعرفوا عنده واحد الابي أدريس هذا خاص به كما كنقوله بطاقة وطنية ديالتي أنا أو ديالتي كنت فأي جهاز عنده الابي أدريس واللي هو واحد يعني ما قدرش تلقى جوج في العالم عندهم نفس الهاتف ونفس الابي دياله لذلك فهذا يعني أدريس اللي كيقدروا يجيب دوك به بكل سهلة ثم نوع الجهاز هديرها معروفة فنوع الجهاز فمباشرة من بعد الاتصال ديالك بالأنترنت كيكون معروف هاد نوع الجهاز ديالك اش من ماركة او اش هي ايفون او سامسونج او علامة تجارية اخرى ثم بيانات بطاقتكم المصرفية فمباشرة بعد استخدام هاد البيانات فهي كذلك تكون سهل الاطلاع عليها معروفة البنك الذي تشارك فيه وكذلك بعد الخاصة الاخرى يعني باش تعرفوا قيما تعتهد المعلومات فهي معلومة لي خطيرة جدا وكتمس الخصوصية ديالنا اخيها الكريم فبالنسبة الواتساب يعني بزاف ديال الناس كيحاولوا يمشي وليه واللي مشاوليه بالطبيعة الحال لسبب واجيه ورئيسي هو ان الناس بغت الخصوصية ديالها لانك تشارك مع واحد الصديق ديالك او واحد الجروب يعني عائلي كتشارك المعلومات ديالك معهم وكيشاركو معاك في واحد الايطار يعني الخصوصية التامة لكن الان مع هاد التحديثات الجديدة فهي معرضة وبشكل كبير لانتهاك حقوق المستخدم الآن السؤال المطروح واللي بغيتو الجواب دياله هو علاش غيجمع لنا هاد المعلومات انا غنفهمكم علاش بعدها هاد الشي فأخي الكريم كما قلت لكم في الأول الفيسبوك شرات شركات واتساب حيط عرفت بان الواتساب غيستخدموها بزاف ديال الناس وغادي يعملو بها وبالنسبة الفيسبوك فاي شخص فهو عبارة عن رقم معاملاتي يعني عبارة عن واحد الرقم اللي غيدخل لهم واحد المبلغ ضخم في كل سنة ولكن باش تعرف هاد الشخص هاد كيفاش كي التعامل كيفاش كي الحاجة اللي كيبغي الحاجة اللي ما كيبغيش فكيسهال انك تستهدفو بواحد المنتوج اللي غادي يقيسه نشان ومباشرة غادي يقدر يستجبل هادك الحملة الإعلانية اللي انتديرها له وغادي يقدر يشري منها وبذلك من اللي غادي يشريه فحتى هادك الشخص اللي قام بدك الحملة الإعلانية في الفيسبوك مثلاً فهو كيعطيه واحد المبلغ كبير للفيسبوك لأنها هي اللي وصلت له هادك الشخص انه يشريه وهذا هو السبب الرئيسي علش الناس دبا كتحاول تقلب عن المعلومات ديال الناس او ما يسمى الان بعلم البيغ داتا وهذا هو العلم ان شاء الله اللي من هالقدام يعني الناس اللي خدامين فيه راها وصلين واحد النظهار بزاف انهم كيعرفوا كيفاش الناس كتتعامل مع المعلومات او كيفاش كتتعامل مع الموحد دياله وبالتالي كيعرفوا كيفاش يستغلوا هاد النقطة هدي في الحملة الإعلانية الموجهة والمستهدافة دبا ندزل الحل الناس اللي ما بغاتش هاد الخصوصية ديالها تنتاهك فاخي الكريم غنعطيكم الحل ولكن هو صعب شي شوية فالحل هو انك تحيد الواتساب وتحيد كذلك الفيسبوك من الجهاز ديالك اذا كنتي كتستطع او عرفتي راسك غادي تقدر انك تحيد الفيسبوك وتحيد الواتساب فمباشرة حيدهم اخي الكريم ما ترددش وبذلك غا تكون حميتي المعلومات ديالك بكل سهولة ولكن في حاله قلت انت لا غادي نحيد انا الواتساب وغا نخلي الفيسبوك فقط فارك بحاله قلت كتخول مع القرعك كما كنقوله احنا المغاربة وبالتالي فالتحديدة توخى ما غاديش انت توافق عليهم في الواتساب فارك انت دياجة موافقة عليهم في الفيسبوك لذلك اخي الكريم كنتي بغي تحافظ على المعلومات ديالك حيد الفيسبوك وحيد الواتساب كنتي ما بغيش تحيدهم او ما قدرش تستغنع عليهم فما عليك اخي الكريم الا تحاول انك تشارك المعلومات اللي بينها شي حاجة اللي معروفة شي حاجة اللي ما غاديش تمس الكيان ديالك انت الاسري والكيان ديالك الشخصي كذلك وهذه القضية دائما كنحاول نبال يا اخواني هاد الهاتف اللي بين ايديك راه هو نعمة وكذلك نقمة الى ما عرفناش كيفاش نستخدموه فاي صورة اي فيديو كلك او الناس عزاز عليك ما تحطابدش به في الهاتف ديالك او في الحاسوب ديالك لانه في اي قطاع هتولي تعرض هادوك الناس وتعرض رسك لواحد المشكل اللي فاضع جدا وخير ومثال وخير دليل هو الفيديو اللي دار درجة مؤخرا لديك السيدة لا دعية لديك تفاصيل راك لكم كتعرفوها ومشي المحتوى ديالنا هدا وحنا كن نددوب هادشي هدا والله يغفر لنا والجميع المسلمين هادشي اللي غادي نقولو ولكن في اطار هادشي اللي بغيت نوصل لكم هو دائما معلومات الخطيرة او المعلومات اللي كتعرفوا بانها تقدر تسبب لكم ادى في يعني الخدمات ديالكم او ادى في العائلة ديالكم فحاولوا تحيدوا اخواني من الهواتف ومن الحواسيب ديالكم وإلى قدرت انت تغلب على هاد المشكل كامل وقدرت تتحيد الفيسبوك وقدرت تتحيد الواتساب وبغيتي انك تتواصل مع العائلة فغادي نعطيكم واحد تطبيق لكل شي الان كي يحمله هو السينيال فهو يعني اوصى به ايلون ماسك وشكون فينا ما كيعرفش كونا هو ايلون ماسك فمجرد انه قال في تغريدة في تويتر ان كل شي يحاول يهاجر لهاد السينيال ووحيده من الواتساب فتصور معي ان اسهم تاع الشركة السينيال يعني تضاعفت بشكل كبير ما يقارب الف ومئة في المئة يعني نسبة لي هي كبيرة وكبيرة بزعف هنخليه لكم هنا في الوصف انتاع الفيديو يمكن لكم تحمله وكذلك تنستاليه في الهواتف ديالكم فهو تقريبا يشبه الواتساب الى حد كبير من بعد ان شاء الله في فيديو قادم غادي نعطيكم يعني نبدأ على تسبيق هذا بكل تفاصيله نوريكم كيفاش تدخلوه كيفاش تخرجوه كيفاش تنستاليه كيفاش تتعاملوا مع الصور كيفاش تتعاملوا مع الفيديوهات بعض المميزات بعض السليبيات اشنا هو الفرق بينه وبين الواتساب قاعد الاسئلة غا نجاوب عليها وفاح الفيديو ان شاء الله قريبا لذلك احنا ما غنطولش هاد الفيديو وغنعطيكم مهر المختصر المفيد هاد الفيديو طولت فيش شوي ولكن بزبجي الاسئلة وصلتني وحاولت انني نوصله بكل موضوعية وبكل حيادة وانتوما الان امام الامر الواقع هاد الشرط اللي اعطتكم قدرتوا تتوافقوا عليها فراد قدرتوا تحيدوا الواتساب وتحيدوا الفيسبوك ما قدرتوش توافقوا عليها فخليكم في الواتساب ديالكم وخليكم في الفيسبوك ديالكم لانه يلاحيتي واحد وخليتي واحد وحال ما درتي حتى شي حاجة هاد هي الخلاصة ديالفيديو اذا اخوتي يوصلنا لنهاية الفيديو يلاعج بكم الفيديو بارتاجوه معا الاصدقاء ديالكم وحاولوا يوصلوا لبزاف ديال الناس لانه فيه افادة لمهمة بزاف لنا والاصدقاء ديالنا وكذلك العائلة ديالنا وإلا كانت هذه اول زيارة لك للقناة ما تنساش اخي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد اول بيانا